دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق النووي عبر تقديم تسهيلات للبنوك الأوروبية وفتح المجال أمامها للتعاون مع طهران تصريحات روحاني جاءت خلال لقائه برئيس الوزراء السويدية الذي أجرى مشاورات مع القيادة الإيرانية حول تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تطوير العلاقات الإيرانية الأوروبية في المجالين التجاري والمصرفي مؤكدا أن العلاقات مع السويد مهمة بالنسبة لإيران وخلال مؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء السعودي ستيفان لوفن الذي بدأ زيارة صباح اليوم إلى طهران أكد روحاني أن الجانبين بحثا حول أهم المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مؤكدا أهمية السويد الخاصة بالنسبة لإيران كبلد أوروبي متقدم وعضو في الاتحاد الأوروبي وعضو غير دائم في مجلس الأمن وقال روحاني خلال مؤتمر الصحفي أن الظروف قد باتت ممهدة اليوم بين إيران والاتحاد الأوروبي سيما السويد بعد تنفيذ الاتفاق النووي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وأكد روحاني أن مواقف السويد تتسم بالاعتدال وهذه العلاقات كانت متواصلة حتى في فترة فرض الحظر على إيران وأشار روحاني أن هناك مجالات متعددة لتطوير التعاون بين الطهران ودولة الاتحاد الأوروبي في مجال النقل والبيئة والتقنية المعلومات والاتصالات والمناجم والصناعة إضافة إلى النفط والغاز مؤكدا على أهمية الاستفادة من الطاقات الاقتصادية سيما في مجال العلاقات المصرفية وضمان الصادرات وأضاف الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي أن الجانبين الإيراني والسويدي بحث بشأن مناقشة تطريق ترانزيت إيران وربط شمال وشرق أوروبا بالمحيط الهندي عبر الطرق البرية والسكاك الحديدية